ومن بين التحديات الأساسية المتروحة بالنسبة للمغرب وبالنسبة للدول الصعيدة أو السائرة في طريق النمو هو تكييف اقتصاديتها ومعائرها مع هذا النموذج نوعاً ما عالمي وفي هذا الإطار تم إبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتساعد المغرب في هذا الصياق أي في إطار الصياق الانتقال الطاقي وتجاوب مع مستلزمات ما أصبح يعرفه بالاقتصاد الأخدار خاصة أن الشارك الأساسي لحد الساعة على المستوى الاقتصادي للمغرب هو الاتحاد الأوروبي ولهذا كان من اللازم مع المغرب أن يبدل مجهودات وبالفعل لقد بدل المغرب مجهودات كبيرة في هذا الصداد والمطلوب الآن هو تعزيز هذا التوجه لأنه لن يصبح مفروضاً فقط على المستوى الأوروبي ولكن عالمياً في إطار الاهتمام الذي أصبح يعطى لما يعرفه بالتنمية المستدامة والندوى التي تنطمها كلية الحقوق السويسي بمشاركة الكثير من الخبراء تنكب من بين ما تنكب عليه هو تأثير الأزامات ذات الطبيعة المختلفة على الاقتصاد على الاستثمار والتجارة بما في ذلك أزمة التغييرات المناخية ولهذا نظمنا في إطار هذه التظاهر العلمية عدة موائد مستديرة شاركة فيها خبراء دوليون وممتلون عن منظمة دولية متعددة تعلق الأمن بالاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة أو بلجنة الأمم المتحدة على مستوى إفريقيا وبحضور ممتلين كذلك لفيدراليات مهنية كالغرفة التجارية السويسرية بالمغرب وممتلين على من يهتم بالاستثمار الوكالة المغربية للاستثمار اشتركوا في القناة